كالمعتاد على موقعنا موقع صادة البلد ومعانا النهاردة خبر بعنوان خمس خطوات لتجنب تشنجات الرقبة طبعاً الخبر بيقول ان الطب البديل اكد ان فيه خمس خطوات ممكن ان احنا نعملها علشان نتجنب قلم وتشنجات الرقبة اللي كتير طبعاً مننا بيحس بيها لان احنا بنفضل نقرأ على التابلتس بنقرأ وبنكتب يعني بنعمل تاكستنج على التليفون اول حاجة هو اننا نراعي دايماً لما بنشتغل على اللابتوب مثلاً ان الشاشة تكون في نفس مستوى ارتفاع الراس يعني على قد ما تقدروا ارفعوا اللابتوب على حاجة عالية شوية بحيث ان احنا ما نوطيش وإحنا بنقرأ حاجة على اللابتوب تاني حاجة ما نكتبش كتير على الموبايل او نستخدم الانترنت عليه الفترات طويلة لان ده بيخلي راسنا محنية يعني كل العمود الفقري برقابتنا براسنا محنية فترات طويلة وطبعاً ده بيسبب مشاكل تالت حاجة لازم نعملها جريبة شوية ان احنا نكتر قوي من شرب المياه ليه؟ لان لما بيكون الجسم رطب ده بيحافظ على سلامة العمود الفقري بتاعنا وربح حاجة اننا على قد ما نقدر ما نحاولش نشيل يعني كستات حتى شنطة ايد على جنب واحد دايماً وتكون تقيلة الموضة دلوقتي الباكباكس يعني شنطة الظهر ليه؟ لانها بتوزع الاحمال على الكتاف واخر حاجة بقى ان احنا نقعد بطريقة صحيحة يعني نقعد كده وفردين عمودنا الفقري ده بيساعد برضو ان رقابتنا ما يبقاش فيها ألام ونشتكي دايماً من موضوع ألام الرقابة طيب معانا كمان خبر والمرات دي بقى عنوانه فوايد جديدة هتدفعنا لاستخدام زيت الزتون يومياً الخبر بيقول ان فيه دراسة الدراسة دي اسبانية وطبعاً انتوا عارفين ان اسبانيا انتوا عارفين الزتون الكلماطة يعني اكيد فيه زيت زتون احلى زيت زتون في الدنيا هو زيت الزتون الاسباني كمان الدراسة اسبانية جديدة اكدت على اهمية زيت الزتون لان 80% من مكونات اشرته بتحمي من الاصابة بامراض كتير زي السرطان خاصة سرطان التد والقولون لكن يعني طبعاً زيت الزتون له كذا مرحلة فان احنا نكون الزت بتاعه فيه على البارد وفيه على السخن وفيه زتون بيبقى زتون بكر طبعاً كل انواع الزتون حتى اللي بياكل زتون هو شيء مفيد جداً جداً نتمنى ان احنا دايماً يكون على المائدة سواء في الفطار في الغداء في العشاء يكون فيه زتون او على الاقل زيت زتون ترجمة نانسي قنقر